طيب لا واشنقو بعدها ده مليون جنيه اخر حاجة وانا هتكلم كلام صعب جدا وممكن الناس كتير تزعل مني بس هقول انت عايز ما فيه في النص اللي بيطلع من غرفة اللبس كلمك بقى بخبرة سنين طويلة يتجذر رقابته زي ما يقوله كده يتقطع رقابته يتقطع رقابته اللي يخرج معلومة من جوة غرفة اللبس يكون ضد زميلك او ضد مدير كورة او ليه عايز تدور بص على الصحفي اللي كتب نصيحة با مش انت عايز تعرف مين انا هدي نصحة للكابتن سيد عبد الحفيز هتلاقي دايما اللي كتب هتلاقي فيه اتنين تلاتة اتنين تلاتة ممكن واحد فيهم لعب وقلال شوية هتلاقي واحد من يكون يلعب وعايز شوية انا بتكلم بهم وده موجود في كل الدور لان عندك حاول على فكرة بتقوله ده منطقي اه اي تسريبة اي تسريبة يا باشا اي تسريبة لازم لها مصدر مش محتاجة النهار ده في غرفة مغلقة وده بيحصل مع كل الفرق وكل الاجيان مصبو هذا تابع شوف مين اللي بيتلمع شوف مين اللي بيتكتب عليه شوف مين اللي في حاجة مش منطقية هتحصر عند اتنين لعيبة مش تخرج مان يتعجبوا اشد العكاب شوف مين اللي بيتم